مرحبا بكم للناس الكولي في الحلقة الريبة ما نحكيه عن الماتش الثاني عن منطخب برطاني التونسي واللي وفايا بانتساد نشور قرطاج بثاني السفرة على منطخب زنبيا في زنبيا بالذات الماتش بصراحة اليوم ما كان الجاي جدا من تونس المنطخ برطاني التونسي ما يقدمش حاجه باية هنشوفه حتى في منظر الكبير والتكتريك اللي اعن فيه مع المنطخب برطاني التونسي ما نشوفهش في كلها باية كما تشوف المنطخب الرطاية التونسي انتصار صحيح ولكن كما تشوف ماتش اليوم ما كانش المنتخب التونسي هو الأفضل معناه كتشوف الانتجة 2-0 تقول انتجة بها ولكن كتشوف ماتش تقول ماتش ريال المنتخب التونسي ما كانش فيه جيد زامبي كان بالإمكان تجيل هدف أو ثنين أو ثلاثة ولكن تصدي فريق المصطفى مع بعض قرارات رياحة لعبي المنتخب الزامبي خلية المنتخب التونسي اليوم يفوز بها ريال مقابلة لا يمكنك أن تساعد بالرابط بأيدي هدفة حتى الدفاع كتلعبت اليوم على الدفاع الدفاع لا يتمون برشا لعبي الدفاع على المنتخب التونسي لا يتمونك شيئس تشوف اليوم مريحة تاني عن بره أخطاء ديلا بروكي في كيف أخطاء ما سلوث يزال أغلاطي فيهم معناه الدفاع ليس جيدا في التغطي على العبي المنافس معناه حتى تلعب دفاع ليس ممتل جدا اليوم اعترارت على منتخب زامبي ليس به برشا لا يستطيع منتخب برشا من الهجومية لا يستطيع منتخب يقلق ليس منتخب عنده يرمحة وعنده البلايل وعنده حمد سلاح لعبين عاديين أطفاء العاديين كلهم يشتفون بالبطولة الزنبية معناه لا يمكنك أن تخاف برشا هجوميا المنظر الكبير المرعب أكثر عدي فيها صحيح الرباح الانتصال مهم لأن الربح هذي تربح ليهما تشكي ماذا نجم أقولك المنتخب التونسي بـ 20% ترشح الدول القادم أعطيني شوش تعمل بعض في التصفيات النهائية أعطيني شوش تعمل وقت يتقابل وجه لوجه مع المنتخب مباشرة تتنفس معهم مباشرة على التأهل لكأس العالم كما احضر لكم في الحلقة السابقة على نظام التصفيات قلت لكم عشرة جموعات يتأهلوا منها أول فرق معناتها كل مجموعة ومباري يتقابلوا كالفرق الرقم العشرة في مواجهة مباشرة رهيب وأيام ويربح في كل مواجهة مباشرة يتأهلوا مباشرة لكأس العالم إذن لا تشعروا ما زالوا ما زالوا نحف واحنا قبلهم بجديه كأس أفريقيا وبيجديه قبلهم كأس العرب فهم وقت كبير للتفكير في المنصير منتخب التونسي لتصفيات كأس العالم وما ننسيوش معنا كما قلت لكم من تصفيات هذه بتاع الدور الثاني بتاع المجموعات سهلا باش نترجح وننسوش منتخب التونسي باش تعرض لأي برشكلة باش انه يتأهل الدور القادم من تصفيات هذه الدور الثاني متاع المجموعات نحكيو عن المقابلية من ناحية تكتيكير منتخب التونسي نحكيوش ما يصير بالضبط عليش تونس اليوم ما كانت جيدة عليش ما يخلى المنطخب التونسي اليوم ما يضوش بمستوى متلوب كمستوى متلوبة كانت موجود بليوم منتخب التونسي منتخب التونسي الشرط الأول فقط رينا شوية رينا الشرط الأول تونس كانت بيه وكان هو ترفي الأفضل شوية فيه اول شرط الأول نحكيو عنها نحكيو عشرة دقائق فقط كان المنطخب التونسي أفضل ولكن بعد المنطخب الزنبي يكتصح المنطخب الزنبي تقريب من دقيقة العاشرة بدأه هو يولي طرف الأفضل بدأه هو حيث على المقابلة المنطخب التونسي ولا في بعض الاحيان ما عادش قادر على الخروج بكورة ويسارها للهجوم نجم معقول كل يوم تغير الدخول بن سليمان في المشارطيني كانت فعلا شوية المنطخب التونسي وبن سليمان يوم كان أفضل من فرجان السيسي بصراحة فرجاني مقدمت مستويات جيدة في المشارية لدخول بن سليمان في بلاس الفرجاني كانت أعطى شوية حيوية للمنطخب التونسي خاصة في ثورة الأخيام الملعب خاصة أفضل ماركة الرجومية وكان بن سليمان هو صاحب الدف الثاني والدف الأول جاء عن طريقة لعبها بالخزري من ضعب الجزاء كيف أقول لكم عنها الأيدياء من المنطخب التونسي كانت مسيطة على الكورة وكانت مسيطة على الملعب وكانت المنطخب الزامبي هو طرف الأفضل وكان هو الأقرب التهديف أكثر من منطخب التونسي وفرصة منطخب الزامبي أرضح بكثير من منطخب التونسي المنطخب التونسي جاء بهدف حدها بالجلسية من اللا والماناجات من تماريس وليعب منطخب الزامبي المسأب بسراجة كبيرة ومعند جاء هدف في آخر دقائق منطخب الزامبي تقلل من الهزوم وقرينا شوية معنا منذ الكبار حبي حارة 1-0 وحبي حارة 2-0 حبي حارة 1-0 يجب أن يتصرف 1-0 نحن نحن نعلم الزورة الصعبة أحد ما ينكر الزورة الصعبة تلعب في رتوبة عادية وصخانة وفي زامبي فهذا المهم انتصرنا بشكل مهم إذا نحن نحن نخمص رد المنتخبات القوية تلعب رد زي رد السينغالي يتلعب منتخبات قوية في الأدوار المتقدمة يعني من سواء من كأس فريقيا و من أي بطولة أخرى ولكن اليوم كنت جاء تشوف مرض شهرية نجم نقولك لمنتخب تونس ينتصروا كهو هذكه المهم انتصار هذكه المهمة حدثتها فتصفيه تريد الوبشكتيف متعك المقابلية أنك تنتصر وانتصار 20-0 معناه انتصار باهر ضد منتخب الزنبي في بلاده إذا انتنا نحكي عن تشكيل نزلي في المنظر الكبير واللي كان اليوم في شكل 4-3 بالاعتماد على فرق النصفة كحاس فرما كقلبي دفاع لبقاء ديلان برون ويسيم رياح عالمين يوما نبقاء رجب على لعب مثلوثي ما كان اللاعب كيشريدة مثلوث اليوم من ناحية الدفاعية نجم نقوله مستويه شوية كان ذبري بخاصة فالكورة اللي تجاوز بها لعب بطخب الزنبي علي سار ووزعه كتسديدة بالراس معناه اللي بعدها لحاس فرق النصفة ما عندي شوية ارتباء لليوم اللاعب مثلوثي على الجهة اليوم نجم نقوله كيشريدة في مقابل السوقه ما كان جيد اليوم مثلوثي قدخلت في مقابل السوقه اليوم مثلوثي في مقابل السوقه ليس جيدا بسراحة اليوم عيز مدربون في كبيري خم بيت كيشريدة نتساوي كيشريدة لكن ارجاع في الطور من العادية لأنه يكون اخضر بكثرة من مثلوثي وخصصان كيشريدة يحترف الدار الإيطالي في مستوى عالي برشا وعلى بكثير المستوي للعب في المثلوثي في بطولة مصر مع الزميك المصري إذا انت ونكيوه على جدره الايسر اليوم الكريم معلي معلول في وصل ميدان نلقاه اللاعب السخيري والعدوني والفرجيني الساسي وفي الهجوم نلقاه جزيري كأسيسي من اول مقابل المرضي في مقابل السريق قريناها دخلت الشرطيني وحرك شوي اللابوك هنا اعطاه شوي دفع للمتخب التنظيم الاحل الهجومية ونلقاه اللاعب هابي الخزري ونلقاه معهم اللاعب فخر ديب اليوسف اليوم لحظنا تغييرات مقابل المقابل السريق قرينا للمتخب الغيني اليوم المقابل اليوم لحظنا وجود اللاعب الجزيري ما كان اللاعب الخاوي ووقت الجزيري خفير راس حرب اليوم المقابل اليوم ولاحظنا ان اللاعب الخزري يقوي جهة اليسرى وفخر ديب اليوسف على جهة اليومنا ولاحظنا معنا اليوم اللاعب مرتفظي مكان لعبك شريدة بذلك من زوج تغيرات لأنه مقارنة لمقابلت المنطخب الغني ن 쉬 pos اليوم فيما ينتقات ايجابية ايجابية لا تصوير ايجابية للمنطخب التونسي merge طريقة المنطقة ال取نسي في الرفاع المنتقب لالتونسي اليوم كان يعتمد على الضغط العالي علي وأن الخيط الم فلن اعتمد على الضغط العالي للاعتمد على الضغط العالي اليوم في صفر المنطقة الزنبي و Teresa يتلزب الشرعة بالتجير وهذا المهجمي اليوم المنطقة يجب بع rebها مشاكل sailor على الكرات العالية خاصة للمنطخب الزمبي كان يحب يربح تماس على يمين على يسار يحب يربح جوى رقينيات ذلك هو أسلوب يعتدchodه للمنطخب الزمبي يعتبد عالك كرات العالية في بلناهج ومنثلما يحاول يربح التماس أو رقينية أو أي شيء يعني توفيره people وكان المنطخب الزمبي ينجح يعطيrying في الإستقرار في مناتق المنطخب تونسي هذة legally الآخر المنطخب التونسي حيانا يبدأ كبيرسي يبدأ المنتخب الانها المنتخب التونسي يصلط يكبر ضغط يدخل عدة أزالةenh 해بد الدفاع لئو اليومي ياخذ ردينا بعض الأمام في التغطية في هجمات مرتدة وبدأت ل MAC , التوزيع علي جد من لعب منتخب الزمبي لاحظنا بعض الأمام في التغطية سواء واحتى ما الك parach therm Eck معانا اللاعب الأرضي لئيative أن من لاحظنا بعض الأمام ك vezes دفاع اليوم في التماكز والتغتي أكثر نرى لاحظناه اليوم في المقابرات مقابر السي natural منطخب غيني منطخب التغيية Charles الأiedzieć منطخب التنسي هؤلاء هو لكأس الفريقي سأ لو killed لا هو متخب زنبي ولا متخب غينية لا يمكنك التقيم بالأيدي من المتخب التونسي وهذا هو جهز للكأس الفريقي وكأس العرب أم ليه نجم نقولك اليوم كيف معناها موريتانيا ليس معيار لا تلعب بموريتانيا الشهر القادم في أكتوبر لتلعبوا قابل تذهبوا أيام حتى موريتانيا ليس معيار مجموعة عادية كانت سهلة للمتخب التونسي ومن السهول جدا تصدرها حتى مقبل جولة أو جوتين من نهايتها معاولا لكي مقرر لكم الحسن عن الوحيد لنشوفه up من المنظور الكبري في مقررية اسلوب الدفاع بعيد الم circuitsهو ژهو م était brag بالفرحة على الملعب الم нельзя الضغط العالي كان يسير لهم بالجزيرة الجزيرة الليắng انت افضل منها هبه الخزري في عماية الضغط detalini فقط نقولش في العماية الكل في لاة هجومي ولاحظني لعبة الخوفية خير ولكن نحكي على المفرحة الضغط العالي أغلب الدفاعات ومر Initiative الضغط النقا لاحظناه في مرة اثنين وثلاثة المجازين يستحق المنتخب التونسي بشي ضغط على اللاعب المنتخب الزمبي بشو ما يرى تبكو شوية كيف اليوم هو يخزك يضغط على الجيل اليونسي يعملوا شوية خطورة اليوم الفخر ديب اليونسي من لاحظناه بشيء الضغط العالي والسعود أكثر على اللاعب المنتخب الزمبي المنتخب الزمبي اليوم لعب بتشكيل أقرب ثلاثة أربعة ثلاثة معنى اليوم تبدأ ثلاث قلو دفاع معنى المنتخب الزمبي على عملية خجوة الكرة تنجم تقول انت الماتشويت اللي فيت ويقدر مستويات جيدة هذي هذي من حق تقول لعيدوني ومأفضل اللاعف منتخب اللاونا الأخيرة تقول لفرجل السي قدر مستويات جيدة لعرضك الحق والسخير كيف كيف ولكن نعكي عن ماتش رايب الذات وخاصنا نخلص للشرط الأول اللاعبين هذوم مكانوش حاضرين برشة بشأنهم يساهموا في عملية هجومية مكانوش قادرين بشي خجوة الكرة ellas لحظنا تفعق كبير المتواصلين من المنتخب الزنبي على حساب متواصلهم الميدان لتنا نحن لحظنا نديما لعبي منتخب الزنبي يساعدون للرغط العالي خاصة لعبي الوصول الميدان نتاحهم يساعدون بشير رغطه عالي على اللاعبي منتخب التونسي فالمنتخب التونسي يتلازم لعب كرات عالية او كرة تتجاه اللعبة على المعلول اللي كانوا يريعوا للمتخب التونسي اللحظنا دينامبرو مثال اليوم تجي الكرة يحاولي يلعب كرة طويلة متجاعة على المعلومية أو كيف فرق المصفى اللحظناك تجو الكرة يتاوي الكرة تجيل مهيجميين هذه بصراحة مشك انتظرت في المنتخب бог انه المنتخب التونسي لم specification يعرف ان تد communicate ولكن السبب فالكرة لا نعرفه بها لا نعرف لم يعد المنزل لاحظت وبسقق الحهم من مغادر لاحظنا فرة صفائقة التي قمت nh وتروا بها كرة عالية وضعت فقط هاتي الكرة que immigrants يخرج من 부ور الشرط الاول ولكن كشرط الأول التامن ما لاحظهنش المنتخب التونسي يعمل في عملية خروج بالكورة من ضغط من الدفاع للهجوم المترسل لم يدى أن أقول لكم أنهم ضعاف اليوم السخيري والفرجان الساسي والعدون القدموا مستوية جيدة في عملية خروج من ضغط فقط نأكد لكم ان في عملية خروج من ضغط فقط فمسكن يقول لي ما تنتقدهم يلاعب في نظومها ما تنتقدون العيدون من صخيري يأخذوهم يقدم مستوية جيدة لكن أنا نحلل في الماتش نحلل في الماتش هذي ما وصلوش كرة للهجوم هذه الحلقة قلنا نحكيوها اليوم كاملة النجمة نكمل مع المتحدة ما أقول لك أن الشرط أول كان بما ثابت منتخب التونسي ما كان عارز فيه تماما و المنتخب الزنبي كان أفضل من منتخب التونسي بشكل واضح خاصة لأخر نصف ساعة ما أقول لكم الشرط الأول اللي عمنا فيه 4 ساعة ورنية ولكن بعد المنتخب التونسي يترجع شوية حلول جايب من المنتخب التونسي من كرات في العنق بتجاه الجزيرة ولكن مخلفة كرات في العنق بتجاه الجزيرة ملاحظنش منتخب التونسي عمل برشة خطورة والجزيرة اليوم لاحظنها ما كانش كان الكرة برشة تصلي وما نجمش يربح برشة ديويلات ما راح للهواء مع اللعب الجزيرة لذلك عاش كرات العالية الكرة بالجزيرة كانت بلاش فايدة كبيرة وكانوا اللعبين منتخب الزنبي ترجعوا الكرة بسرعة لمصلحتهم وكانوا يعودوا يهوم بيدارهم بليم الهجمة إذا نهرية لها اليوم من منتخب التونسي المتخب التونسي كان عنده برشة مشاكل اليوم من فلاحية الوزومية خاصة الشرط الثاني لاحظنا لم تكن فرق بيت شرط الأول الشرط الثاني لاحظنا منتخب الزنبي بنفس الأسلوب تقريبا المتخب التونسي بنفس الأسلوب وفن برشة مشاكل فخوش بالكرة ما عادوا خدوا بالسلمان تحسب شوية الأمور بالسلمان اليوم قدم إرهب شغل كبير أفضل بكثير لهم بالسلمان كان من فرجين السياسي المسيكين اليوم لاحظنا ندخل ولكن لست جاي جدا اليوم في المقابلية نجم قولك المقابلة في التعديل في شرط ثانية كانت أفضل بكثير من المقابلة ذي المقابلة ذي للمساكني ما قدمش حاجة كبيرة اليوم لاحظنا شوية معلول يحاولي عملية تمرات العمق باتجاه المساكني وماذاك المرة ما كانتش يخلط عليها بكل المساكني للكرات ذيك المساكني ضايعة شوية باسية يعني باسية ضايعة عادية المساكني اليوم المنتخب الزنبي نجم قولت تعب شوية بدنية قاستن في آخر الشرط الأول خلي منتخب التونسي حاولي يستغل لك الضعف بدنية عن المنتخب الزنبي في آخر الضقاق جيتا فضلت في آخر الشرط الثاني ومبعض جاء هدفنا عن المنتخب التونسي ومبعض لاحظت المنتخب التونسي يعمل التغيير اليوم اللي حبيت أن أعكي عني بخلاف تغيير برنظان ومن تحكيه هدخول منتصر الطالبي منتصر الطالبي يدخالي في آخر المقابلة لا كانت اللاعب الجزيري معناه في الآخر استعاد المدارب منتصر كبير باش انو بشي يلعب التلت قلوب دفاع معناه مريح وبرون ولاعب التالبي معناه هيدا كله خوف نتوافق معاك ربعه هيدسفر في الماتش هيريا خفت شوية ولكن نتوافق نتوافق على التلت قلوب دفاع الكهوهات سعية بنتينا نفهمك من المدخب التونسي ما كنش إلي متعراب به برشة هيداك عايش منظر كبير دخل التالبي في مكان جزيري ولا يلعب بموهيش فقط بعد المسيكني ونهيد خلال حمزة رفيع بعد دخل بالمنظر ما كلمها بالخزري تغييرات العمل منذ الكبير اليوم نجم نقول لك بالمنظر نعاونه شوية اليوم وكان بعض من الحلول معناه من المدخب أوردين تونسي كيف كيف بن سليمان يوم قدم مستوي الجهدك يدخل وكان هو أفضل اللي عم تخل في الشرط ثاني هيداك عايش معنا اليوم نجم نقول لك انتصار للمدخب التونسي ربحنا صحيح ولكن يجبنا خمو في قدم موعيد ويجبك تخمك تقارب مقابلات ا inveceamos لمدخب التونسي سيكون في كاسه العربة او كاسه افريقية ونجم نقول لك للمدخب الموريتاني وكل المقابل محسومة لك للمدخب التونسي معا جثير موجود للمدخب التونسي مباشر تقاهل nope اختاختي هو كثيرا قطار اليوم ننتخب التونسي لتقاهل بعد أن تكون صعب ذال عن المدخب الزمبي تقريب انه اصعبها مقابلة اليوم لكمله ذال عن المدخب الزمبي وزين فيديو سبحة الاخرين سيكون اتلقاه معايد اضعي اخرى